فيروس كورونا المستجد في ليبيا رغم مواصلة تفشيه في معظم المدن والمناطق بالبلاد إلى أنه سجل في نشرة يوم السبت تطوراً وبائياً جديداً بارتفاع أعداد المتعافين إلى 418 بعد تعافي 33 حالة أما عدد الإصابات فقد سجل المركز 75 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1866 حالة الحالات الجديدة والمخالطة توزعت وفق النشرة اليومية للمركز بين 11 مدينة أما في عدد الوفايات فلم يسجل المركز في نشرته الأخيرة أي حالة ليبقى عددها 48 حالة وبلغ عدد الحالات النشطة 1400 حالة وإلى عاصمة الجنوب سبها صاحبة النصيب الأكبر في أعداد المصابين سجلت هذه المرة تطوراً ملحوظاً في نسبة المتعافين حيث أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا في يوم واحد بمعدل 26 حالة شفاء ليصل العدد الكلي إلى 167 حالة شفاء ومع بدء تجربة علاج الفيروس باستخدام بلازمة الدم التي أجريت مؤخراً على حالتين وسجلت نجاحاً وفق المركز الوطني نشد الأخير على إثر ذلك كل المتعافين من فيروس كورونا المبادرة بالتبرع بالبلازمة الدم لمساعدة المرضى المحتاجين للبلازمة المناعية إذن تذبذب في معدل حالات الإصابات وحالات الشفاء خلال الأيام الأخيرة ما بين ارتفاع وانخفاض يدفع إلى التساؤل عن أسباب تفشي الوباء رغم استمرار حظر التجوال والتنقل بين المدن وإقفال المطارات وإلى أي مدى يمكن أن يسهم ما أعلنه المركز الوطني عن بدءه في تجربة علاج الفيروس باستخدام بلازمة الدم المتعافين من الفيروس في زيادة معدلات الشفاء في البلاد اشتركوا في القناة